اهلا بكم مجددا قد يتسأل البعض ما هي الزراعة العضوية وما الفائدة العائدة على الإنسان منها وهل هناك أضرار يسببها الغذاء الذي ترارع على الأسمدة الكيموية تلك الأسئلة يجيب عنها زميل محمد الخطيب تفضل محمد نعم ميرا للزراعة العضوية فوائد عديدة على صحة الإنسان الزراعة العضوية هي نظام زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية في الزراعة بدلا من الأسمدة الكيموية والمبيدات الضارة بالصحة العامة كما لا يسمح في الزراعة العضوية باستخدام السلالات والكائنات المعدلة وراثيا وبالتالي تصل المواد الغذائية للمستهلك بحالتها الطبيعية لذلك هي أطيب في الطعم وعناصرها الغذائية متزينة وتخلو من المواد السامة والضارة الناجم عن تراكم المبيدات كما أنها لا تضر بالبيئة منذ وصولنا إلى مزرعة الشامس في خوانيج دبي وحتى خروجنا منها ونحن نطحن من تلك الخضار اللذيذة حتى انتابنا الشك بأن الرجل سيلقي بنا خارج أسوار مزرعته كيف لا وقد أكلنا نصفها لكن السبب لم يكن في الجوع أبدا بل في لذة الخضار المحلية التي تنتج بشكل طبيعي دون الحاجة للأسمدة الكيماوية التي غيرت طعم ولون كل غذائنا ليس هذا فحسب بل جلبت لنا أشكالا وألوانا من الأمراض الخطيرة الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية يعني مضرة ربما هي السبب في كثرة الأمراض فلذلك اتجهنا نحن للزراعة الأضوية من البداية يعني ما حبينا نزراع يعني الزراعة العادية مع أنها هي مكلفة جدا ذلك الأمر أدركته وزارة البيئة والمياه فما كان منها إلا أن قامت بتوفير بعض أنواع البذور والأسمدة والمبيدات العضوية لأصحاب المزارع العضوية علها بذلك ترفع عنهم جزءا من التكاليف الباهظة للإنتاج وتشجعهم على الاستمرار في الزراعة العضوية وزارة البيئة والمياه حريصة على توفير مستعزمات الإنتاج العضوي اللي هي الأسمدة والبدور والمبيدات العضوية كمدخالات إنتاج للمزارعين طبعا هذا الهدف منه هو أن نساهم الوزارة تساهم في عملية وتشجع عملية تحول المزارعين من الماطق التقليدية إلى نمط الإنتاج العضوي باعتبارها نمط صحي كلام جميل لكنه لا يروق أبدا لصديقنا جلال الدين الذي يغرق النباتة ليلاً ونهاراً بالأسمدة الكيماوية بغية خروج الزرع سريعاً لتحقيق الربح المادي فأردنا معرفة معلوماته عن الأخطار المترتبة على صحة الإنسان عند الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية فجاء الجواب الحاسم لا 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 ما في موت أكل ما في موت هذا الدواء لا دي بالدواء هذا كله ضحك جلال الدين لأنه يعلم أن الصاروخ الذي أطلقه قوي ولا يمكن أن يصدقه أحد فقد أثبتت الدراسات الحديثة التي يبدو أن صديقنا جلال لم يطلع عليها أن استخدام الأسمدة الكيموية بدون قياس يتسبب في حدوث العديد من الأمراض لذلك تسعى وزارة البيئة والمياه جاهدة لنشر ثقافة الزراعات العضوية في الدولة وزيادة مساحة الرقعة الخضراء دون استخدام الأسمدة الكيموية بنهاية 2012 بلغت المساحة المخصصة للزراعة العضوية ألف هكتار وبلغ عدد المزارع 27 مزارع عضوية ولتسهيل وصول المنتجات العضوية إلى المستهلك خاصصت بلدية دبي مع وزارة البيئة والمياه سوقا صغيرا مقابلا لسوق السمك في دبي في خطوة منهم لدعم أصحاب المزارع العضوية وتشجيعا على نشر الثقافة الغذائية السليمة بين كافة أفراد المجتمع لكن هذه الخطوة كانت متواضعة في نظر أصحاب المزارع يشوفون لنا حل في التسويق بعد أيضا طالبنا بجمعية تكون هي مسؤولة عن التسويق يعني المزارع ينتج والجمعية تتكفل بتسويق المنتج حتى شوي على الأقل يعني أولوما أن نربح يرد لنا يعني مثلا تكلفة الإنتاج قد قيل قديما درهم وقاية خير من قنطار علاج ومن يهتم كثيرا لأمور صحته سيبحث عن الغذاء الصحي والطبيعي الذي لا يجرب له الأمراض في زمان أصبح فيه كل طعامنا وشرابنا يحمل أطنانا وأصنافا ترجمة نانسي قنقر